وإلى الشأن الفلسطيني حيث أدانت الخارجية الفلسطينية اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على صحن الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على موقع مسجل على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو كتراث ديني وثقافي فلسطيني وإنساني وعالمي واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا الاعتداء هو جزء لا يتجزأ من مشاريع الاحتلال رامي إلى تكريس صرقة الحرم الإبراهيمي الشريف وتهويده من خلال تغيير معالمه وهويته التاريخية والحضرية وهو تعبير أيضا عن عقلية الاحتلال وسياساته التي تستهدف دور العبادة والأماكن التاريخية والتراثية في فلسطين المحتلة وتزوير واقعها لخدمة رؤيات الاحتلال ومخططاته الاستعمارية